باسم واحد مين هو نصر المباراة النهاردة؟ مين رجل المباراة؟ أنا في وجهة نظري رجل المباراة النهاردة مجد أفشا أفشا مستر أسست أنا في رأيي أن أفشا ما شاء الله يعني بيعمل أسست أكتر من رائع أنا عايزة أتوقف صحيح دي حقيقة ثلاث أسستات النهاردة طبعا وهو يعني يمكن حلقة الوصل النهاردة ما بين خط النص والهجوم ده أكتر من رائع الحقيقة دي نقطة الأولانية نقطة الثانية اللي عايزة أتكلم فيها سريعا بس هنجلها بالتفصيل مع كابتن هاني فكرة محمد شريف الحياة بيأكد كل يوم أو بيثبت كل يوم أنه لن يتنازل عن مركز مهاجم مصر الأول فأنا بواجه له كمان كل التحية من هنا كابتن محمد شريف الحياة النهاردة أداء عالي جدا نقطة الثالثة منتخب مصر الحياة النهاردة يمكن كان بيقدم أداء فوق العادة خاصة في الشوت الأول اللي حسموا بأربع أهداف زي ما قلنا يمكن أتى للمباراة تماما بالنتيجة دي كمان الشوت ده يمكن شاهد تقلق لافت من محمد صلاح على وجه التحديد نجب منتخب مصر والليفربول الإنجليزي اللي كان في حاجة النهاردة للهدفين الرائعين اللي سجلهم النهاردة ولرفع بيهم رصيد وهو من الأهداف الدولية مع منتخبنا للهدف رقم 43 يا جماعة برقم ده بيكون هو الهدف الثاني في تاريخ مصر بعد حسام حسن اللي سجل 69 هدف دولي وبتخطى كمان النجم الكبير الراحل حسن الشازلي طبعا النجم الشواكيش اللي كان لي 42 هدف مع منتخب مصر قبل كده كمان الهدفين دول يمكن هيعيدوا لمحمد صلاح جزء كبير جدا يمكن أكيد من ثقته في نفسه قبل ما يرجع تاني لفريق ليفربول عارفين أن الموسم دوت يمكن فيه شوية انتقادات اللي كان البعض بيوجهه له مع ليفربول خاصة في الفترة القليلة جدا اللي فاتت كمان النهاردة محمد صلاح بيعود للمنتخب وبيسجل مع منتخب مصر بعد تقريبا أكتر من 650 يوم متخيلين أكتر من سنتين تقريبا من الابتعاد عن التسجيل مع منتخب مصر في البطولات المختلفة النهاردة بيؤكد من جديد محمد صلاح أنه أحد أهم العناصر والأوراق الربحة اللي بيراهن عليها المصريين في الفترة اللي جاية سواء في بطولة أفريقيا في الكاميرون أو في تصويرات العالم بكسل عالم 20-22